طيب قال وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهُ فَلْيَرْضَهُ ثم قال وَمَنْ لَمْ يَرْضَهُ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ ليس من الله معناها أنها كبيرة مثل ما قال من غشّ فليس منا أو ما ليس مني فأدل على أنها كبيرة وهذا كذلك هنا يدل على أنها كبيرة الإنسان إذا لم يرضى إلا إذا استثنينا أنه إذا علم أنه كاذب أو غلب فأنا ظني أنه كاذب فإنه لا يلزمه أن يرضى ولكن إذا كانت الثلاثة الأولى وهي أن علم أنه صادق أو غلب على ظني أو تساوى الأمران فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يرضى